اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على ان العلاقات البحرينية السعودية خير نموذج يقتدى به ويدلل على عمق وتجذر الروابط التاريخية وذلك بفضل الرعاية الكريمة التي تحظى بها هذه العلاقات من القيادتين الحكيمتين جاء ذلك خلال لقاء معاليه لاخيه الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد بن ابراهيم الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق منوهم معاليه بهذه الزيارة والتي تجسد العلاقات الاخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين مؤكدا على ان الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هي عمق استراتيجي اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا بالنسبة لمملكة البحرين من جانبه اشاد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد بن ابراهيم الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية بما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات اخوية ممتدة بفضل الجهود المباركة لقيادتي البلدين الشقيقين مؤكدا على ما تمثله مملكة البحرين من نموذج للعطاء في المنطقة وما يميز شعبها من تنوع وانسجام في مواجهة مختلف الظروف والتحديات هذه الزيارة تأتي لتطوير التنسيق والتعاون في المجال التشريعي بين مجلسي الشورى والنواب في البحرين ومجلس الشورى السعودي وتنسيق المواقف في المحافل الدولية والاقليمية والحقيقة ايضا هذه فرصة للتبادل الخبرات والاستفادة من بعضنا البعض في نقل تجاربنا وتعزيزها وكل ما اقدر اقول اليوم بان هذه الزيارة ان شاء الله ستثمر عن مزيد من التعاون والتنسيق ما بين مجلس الشورى السعودي وما بين السلطة التشريعية في البحرين ترجمة نانسي قنقر